أهلاً وسهلاً بكم عزائي المشاهدين أخواني وأخواتي في هذا البرنامج الجميل برنامج فرصتك واليوم راح نتكلم بإذن الله عن وقف البرب المضيل فالمقام بمكة المكرمة هذا الوقف المبارك ضيفي اليوم الأستاذ الغالي فيصل العبدالي والأستاذ فيصل أيضاً عضو في جمعية مؤثرون في هذه الجمعية أو في فريق مؤثرون في هذه الجمعية المباركة أحيك الله أستاذ فيصل الله يحييك ويبقيك وسلمك سعيد جداً بتواجدي معك أخو سامة وأعتبر هذه الاستضافة شرف لي وبإذن الله تكون بالشكل المطلوب والذي يستحق تستحق هذه القناة ويستحق المشاهد والوقف كبقابل ذلك مننا أزاك الله خير وأنت صراحة من الضيوف التي نتشرف فيها ونعتز بهم مليء ما شاء الله تبارك الله بأفكارك فكل موضوع الصديفك فيه تبهرنا بما تقدمه أستاذ فيصل أبغاك تتكلم في نصف دقيقة عن هذا الوقف المبارك بما أنك من الناس قريب جداً وزرت هذا المكان وعارف مصارفه وعارف إلى أين تصرف أموال هذا الوقف جميل صراحة وقف البر بمكة من الأوقاف المميزة والشيء لوجوده بمكة البلاد الحرام ولكونه تابع لهذه الجمعية وأنا من أبناء المنطقة وأشوف الجمعية هذه والأشياء التي تقوم بها وبإذن الله يعني مستبشرين جداً باكتمال هذا الوقف لتعدد حتى مصارفه على الفقراء والمساكين سوقية المحتاجين بإذن الله يكتمل في أقرب فرصة ووقت أزاك الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم ينزل يصبح على العباد إلا وينزل ملكان فيقول الملك الأول اللهم أعطي منفقاً خلفاً ويقول الملك الآخر اللهم أعطي منفقاً تلفاً يعني نجد بعض الأشخاص يبدأ يومه سبهلل يعني أحياناً حتى صلاة الفجر لا يصليها في جماعة أذكار الصباح ممكن حتى أنه ما يقولها يعني نصيحة لهذا الأشخاص اللي يبدون يومهم خاوي كذا بدون يعني أنا صراحةً أكون عنه محروم والله النصائح متعدة صراحة والشخص مفترض يبدأ يومه زي ما قلت من صلاة الفجر لأنه من صار الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فكيف إذا جمعت بين صلاة الفجر وبين أن تنفق في سبيله وتتصدق من بداية يومك وبين أن تبادل من أذكار الأعمال الصالحة بإذن الله تجد بركتها وأثرها في يومك ورسالة أوجهها لكل شخص مقصر في هذا الجانب من الغد أو من اليوم احزم وابدأ بيومك بصلاتك ثم بصدقتك وبدرتك في سبيله أزاك الله خير أخ فيصل نذكركم أعزائي المشاهدين بهذا الوقف المبارك وقف البر بالمضيلف المقام في مكة المكرمة وبشكل سريع الآن الأرقام ظاهرة على الشاشة وبشكل سريع سنعلمكم طريقة التبرع في هذا الوقف لا تتجاوز عشرين ثانية ندخل على تطبيق الراجحي تحويل تحويل لجمعيات خيرية ثم جمعية البر بالمضيلف ثم وقف خيري أر الله منك خيرا المبلغ اللي عندك حط منه يعني والله انتراه يوم القيامة أضعاف مضاعفة وجبال من الحسنات لأن هذه الأوقاف يعني صدقه جارية في حياتك حتى بعد مماتك شكرا لكم عزائي المشاهدين نتمنى أن نوفقنا في تكديم هذه الحلقة في هذا الموضوع الجميل استودعناكم والله نراكم على خير شكرا آخر مشارك معنا سامة ألمانة التعليق الآن عند المستشار الإعلامي والمدرب الجميل أحمد السويري اتفضل أحمد